السلام عليكم عزائي الطلاب وأهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من مادة الرياضيات عنوان درسنا لليوم 5 ريالات و10 ريالات درسنا جدا ممتع سنتعلم في هذا الدرس كيف نوجد القيمة الكلية للأوراق النقدية ستتعلم عزيزي الطالب في نهاية الدرس كيف توجد القيمة الكلية للأوراق النقدية أي ستتمكن من الاعتماد على نفسك في عد نقودك وشراء بعض الأدوات الصغيرة التي تحبها أرجو أن تكون قد استعديت للدرس وجلست جلسة صحيحة في مكان هادئ وتجهزت للاستماع تحتاج لمتابعة الدرس إلى قلمك ودفترك تعلمنا سابقا أن قطعتان من فئة 50 درهم تساوي ورقة واحدة من فئة 1 ريال وكذلك تعلمنا أن أربع قطع من فئة 25 درهم تساوي أيضا ورقة واحدة من فئة 1 ريال لا ترمو هذه القطع فقد تشترون شيئا ذا قيمة مثل قارورة ماء الآن رحبوا معي بصديقنا عبقور ولكن يبدو أن عبقور مشغول قليلا ماذا لك يا عبقور؟ عبقور لديه سؤال صعب يحتاج إلى مساعدة ما هو سؤالك يا عبقور؟ يريد أن يعرف كم قيمة كل ورقة نقدية أمامنا على الشاشة ما هي قيمة الورقة الأولى؟ أحسنتم خمس ريالات ممتاز وما هي قيمة الورقة الثانية؟ رائع عشر ريال أنتم رائعون والورقة الأخيرة ما قيمتها؟ ممتاز أحسنتم خمسون ريالا ممتاز عبقور سعيد جدا شكرا لمساعدتكم الآن أيها البطل لدينا ورقتان من فئة 5 ريالات ما هي الورقة البديلة لهما؟ أستطيع أن أستبدلهما بورقة واحدة فقط أحسنتم إنهما تساويان عشر ريالات أحسنتم فمثلا هذا المبلغ الذي أمامي أستطيع أن أستبدل فيه الورقتان من فئة 5 ريالات بورقة واحدة من فئة عشر ريالات حتى يصبح معي العد أسهل باستخدام العشرات لنعد معا عشرة عشرون أحسنتم إذن المبلغ الذي أمامي يساوي عشرون ريال رائع عزياء الطلاب ما رأيكم الآن أن نتعلم كيف نعط تصاعديا لإيجاد القيمة الكلية للأوراق النقدية؟ هل أنتم مستعدون؟ عظيم لنبدأ مع التمرين الأول أعط تصاعديا لإيجاد القيمة الكلية للأوراق النقدية هل لحظتم شيئا؟ صحيح يوجد ورقتان من فئة 5 ريالات بماذا أستبدلها؟ رائع بورقة واحدة من فئة عشر ريالات الآن أصبح العد أسهل نستطيع أن نعط تصاعديا بالعشرات هل أنتم مستعدون للعد؟ عظيم ما قيمة الورقة الأولى؟ عشرة أحسنتم أضيف إليها الورقة الثانية كم يصبح المجموع؟ ممتاز عشرون ريالا الآن أضيف إليها الورقة البديلة كم يصبح المجموع؟ أحسنتم ثلاثون ريال إذن القيمة الكلية للمبلغ الذي معي هو ثلاثون ريالا أحسنتم يا أبطال هيا بنا الآن لننتقل إلى التمرين الثاني أيضا عط تصاعديا لإيجاد القيمة الكلية للأوراق النقدية لدينا ثلاث أوراق من فئة عشر ريال وورقة واحدة من فئة خمسة ريال وورقة أخرى من فئة واحد ريال ما قيمة الورقة الأولى؟ ممتاز عشرة الآن أضيف إليها الورقة الثانية كم يصبح المجموع؟ ممتاز عشرون أضيف إليها الآن الورقة الثالثة كم يصبح المجموع؟ ممتاز ثلاثون الآن لدينا ثلاثون ريال أضيف إليها خمس ريالات كم يصبح المجموع؟ أحسنتم خمس وثلاثون بقي ريال واحد خمس وثلاثون أضيف إليها ريال كم يصبح المجموع؟ ممتاز ست وثلاثون إذن قيمة المبلغ الذي أمامي على الشاشة هو ست وثلاثون أحسنتم ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى التدريب الأول أعد تصاعدياً لإيجاد قيمة الكلية للأوراق النقدية التي أمامكم أوقف العرض لمدة خمس دقائق وحاول أن تحل عزيزي الطالب بمفردك الآن عزيزي الطالب بعد أن انتهيت من الحل بنتأكد من إجاباتك الورقة الأولى قيمتها عشر ريالات إذا أضفنا إليها الورقة الثانية كم يصبح المجموع؟ أحسنتم عشرون ريال أحسنتم تستحقون نجمة الآن أضيف إليها الورقة الثالثة كم يصبح المجموع؟ رائع خمس وعشرون ريال أضيف إليها الورقة الرابعة التي قيمتها واحد ريال كم يصبح المجموع؟ ممتاز ست وعشرون تستحقون نجمة أخرى الآن بقي ريال واحد ست وعشرون أضف إليها ريال واحد كم يصبح المجموع؟ ممتاز سبع وعشرون ريال إذن قيمة المبلغ الذي أمامك سبع وعشرون تستحقون نجمة ثالثة رائع ننتقل عزيزي الطالب إلى التدريب الثاني اشترفها الطائرة ورقية بمبلغ عشرون ريال ابحث عن المبلغ الذي قيمته تساوي عشرين ريال أحضر ورقة وقلم وأوقف الفيديو وحاول أن تسجل إجابتك هل انتهيت من الحل؟ إذن لنتأكد من إجاباتك عزيزي الطالب أين هو المبلغ الذي يساوي عشرون ريال؟ أحسنت الإجابة الأولى عشر عشرون أحسنتم تستحقون نجمة هل يوجد إجابة أخرى صحيحة؟ صحيح يوجد الإجابة الثالثة ولكن كيف ذلك؟ أحسنتم لدينا ورقتان من فئة خمسة ريال تساويان عشر ريال أحسنتم إذن هذه معا تساوي عشر ريال بالإضافة إلى هذه العشر وتصبح الناتج عشرون أحسنتم وتستحقون نجمة أخرى أشكركم إذن عزيزي الطالب تعلمنا اليوم كيف نوجد القيمة الكلية للأوراق النقدية باستخدام العطة صعوديا وأيضا تعلمنا كيف نستبدل ورقتين الخمسة ريال بورقة واحدة من فئة عشر ريالات الآن عزيزي الطالب أعد تصاعديا لإيجاد القيمة الكلية للأوراق النقدية حاول أن توجد قيمة كل مبلغ أمامك على الشاشة وانسخ الإجابة على دفترك ولا تنسى أن تتأكد من الحل هكذا وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم شكرا لحسن استماعكم نراكم على خير مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر